دلوقتي مشاهدينا معد مجازل أهم الأخبار معدينا شكرا لك شازلي الثامنة صباحا بتوقيت هراء الخامسة بتوقيت جرينش مجازل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح سيسيا الحكومة بأعداد حزمة متكاملة من الحوافز والأعفاءات والتسهيلات في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر وذلك لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على مستجدات جود المكثفة التي تشترك فيها الدولة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإنشاء محاول لوجستية تنموية متكاملة تربط مناطق الانتاج بمختلف أنواعها بالموانئ البحرية الجاري تطويرها لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استعابية ضخمة وفي هذا الإطار تم عرض الجهود الجارية لتطوير منظمة الشحن والنقل البحري والبري وتجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر وعملية تطوير حلول متكاملة للنقل وتداول الحويات والبضاء عبر مصر وأيضا مشروع إنشاء خط سكك حديدية بين العريش وطابة لإنشاء محور لوجستي جديد يحقق تفرى في عملية نقل البضاء والتجارة كما وجه رئيس السيسي باستمرار العمل على التطوير الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خاصة من خلال التحديث الإلكتروني والأرشف الرقمية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض وأوجه رئيس السيسي برفع كفاءة مختلف مكونات بنيتها التحتية وحوكمت عملية الصرف والتحصيل وذلك في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إطار رؤية مستقبلية شاملة تتضمن تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقاراتها التأمينية أعقد المنصق العام للحوار الوطني دي أرشوان ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي حضر اجتماعاً مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة للحوار الوطني للانتهاء من التصور النهائي لهيكل وشكل سير الجلسات النقاشية ونقش الاجتماع التأكيد على مشاركة جميع الفئات والجهات والتمثيل المتكافئ على الطاولة الحوار الوطني هذا ومن المقرر أن تعقد اليوم أربع جلسات اثنتان منها لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب واثنتان لمناقشة قضيتين القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وقضية تحدي التعاونيات واعتقا ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع المدني أعربت منظمة التحرير الفلسطينية عن شكرها لمصر على دورها الكبير في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ باتفاق وقف إطلاق النار موجها الشكر الكبير لمصر على دورها الكبير وجهدها العظيم للوصول إلى هذا الاتفاق أعلن الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع قصفت عددا من القرى في ولاية غرب دارفور ما تسبب في إذاق عدد كبير من الأرواح بالإضافة إلى خسائر في الممتلكات وأضاف البيان أن قوات الدعم السريع تواصل عمليات القصف العشوائي على أجزاء من العاصمة الخرطوم لافتا إلى قيامها بإجبار المواطنين على إخلاء منازلهم قصرا لاستخدامها في الأغراض الحربية أطلقت الحكومة السودانية مبادرة بشأن الوضع الإنساني في البلاد ناشدت خلالها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الإيجاد وكل دول العالم لتقديم المساعدات الإنسانية وتعهدت الحكومة السودانية في بيان صادر عن وزارة الخارجية بتخصيص ميناء بورت سودان ومطارات بورت سودان ودنقلة ووادي سدنة العسكري لاستلام المساعدات وأشار البيان إلى أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية ستتولى عملية توزيع المساعدات ختم مجد الثامنة فاصل ونعود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر وترجمة نانسي قنقر